في اللحظة التي تلقي فيها سلطات الميليشيا بتبعات الأزمة الاقتصادية القائمة على ما تسميه حصارا تفرضه قوات التحالف على السواحل اليمنية تظهر الحقيقة أن هذه الأزمة من صنع سلطة الميليشيا بالدرجة الأولى هنا في مصلحة الجمارك بالعاصمة صنع تحتجز السلطات عددا كبيرا من شاحنات البضائع منذ أكثر من شهر فارضة على مالكها دفع مبالغ إضافية قبل الإفراج عنها ويبدو أن البضائع التي تحملها هذه الشاحنات لن تصل إلى السوق قبل تلفها يقول مالك هذه الشاحنات أن الجمارك في صنعات تشترط دفع مبالغ مالية للإفراج عن بضائعهم متهمين القائمة بأعمال الرئيس المصلحة المعين من قبل سلطات الميليشيا بإصدار قرارات بمنع خروج البضائع وعرقلات استمرار عملهم التجاري فيما يؤكدون أنهم دفعوا مسبقا الجمارك المستحقة على هذه الشاحنات عند استلامها في ميناء عدن في اللحظة التي يجد اليمنيون أنفسهم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة امتداد الحرب لأكثر من عامين حولت الميليشيا كل شيء إلى وسيلة للتربح لمصلحة أفرادها وقياداتها تاركة اليمنيين يواجهون مصيرهم بأنفسهم صارفة أنظارهم نحو الدعاءات لا يسلدها الواقع عن حصار تفرضه قوات التحالف العربي التي تغلق المياه الإقليمية اليمنية لمنع وصول الأسلحة للميليشيا من حلفائها وداعمها فيما تشير الكثير من الوقائع أن الميليشيا هي من تحتجز شحنات البضائع إن في ميناء الحديدة أو عند وصولها إلى العاصمة صنعاء وهذه ليست المرة الأولى